للخيارات والسيناريوهات التي قد تكون قائمة حادث اطلاق النار في هذه المدينة والذي عطل المهمة وأجلها لحين حتى أشعار آخر هناك من يرى بأن ربما حتى في ظل الضمانات الروسية ووجود الشرطة العسكرية الروسية هناك ربما هناك بعض الأطراف داخل ذات هذا المعسكر الروسي السوري يرغب ويعمل على تعطيل مهمة التحقيق الدولية هل من تفسيرات ومبررات مقنعة لدى الطرف الروسي حول حقيقة ما جرى اليوم من تعطيل لدى روسيا لا توجد تفسيرات أخرى إلا أن هناك ما زالت حالة الحرب في سوريا وفي هذه المنطقة بالذات أتفق أنها يمكن أن تكون أخطر منطقة في العالم ولكن هؤلاء الناس التقنقرات من منظمة القضاء على الأسلحة الكيميائية هم على أقل رجال هم يعرفون وين متواجدين ويعرفون أنهم يخاطرون حتى بأرواحهم ولكن عليهم برأي أن يبدأوا عملهم في الدومة لأن العالم كله ينتظر نتائج هذا التحقيق الموضوعي حتى في السابق لم تكن لديهم جرأة كافية ليأتوا إلى منطقة خان شيخون وهم أخذوا عينات من قبل الوسطة من تركيا فبهذا السبب روسيا كانت تشكك في نتائج ذلك التحقيق أما الآن على أقل أن الوضع أمنيا أحسن بكثير في الدومة بالمقارنة مع خان شيخون ويوجد رجال الشرطة الروسية وهم منذ الأول قدموا هذه المساعدات والتسهيلات لهذا الفريق حتى بساطة اللاجئين من غوط الشرقية كانت تتعرض لإطلاق النار من قبل مجهولين وهذا الأمر نعم للأسف ولكنه أصبح معتاد عليه من قبل سكان سوريا فهؤلاء من فريق المفتشين هم يعملون في مجال جد جدا وخطير هل هم سيخفون من هذا الخطر وكأن كل اللوم والمسؤولية تلقى على جانب الفريق الدولي المحقق في هذه القضية لكن ألا تعتقدين بأن كل هذه المناخات المحيطة بهذه القضية تدعم لنقل بين قوسين الاتهامات الغربية بأن موسكو تسيطر على مسرح الجريمة تخفي الأدلة والقرائن تعبث بهذا المسرح ولا تسمح للجان الدولية بالدخول بغض النظر عن الرواية والصعوبات والمعيقات التي أشرت إليها في المحصلة ما يجرع على الأرض يدعم ويعزز هذه الرواية أليس كذلك؟ هذا ليس اللوم هذا تفسير لماذا حدث تعطيل وتأجيل بدأ عمل هذا الفريق نحن نتفهم أنهم ناس لديهم مخاوف وموجودين في منطقة الحرب وممكن بعضهم لأول مرة موجودين في مثل هذه المنطقة ولكن هناك أيضا مسؤولية فروسيا من ناحيتها تعرف تماما أنها قدمت مساعدات مطلوبة ومستعدة أن تقدمها بعد والأقل هي روسيا التي اقترحت هذه الفكرة فروسيا هي مستعدة أن تدعم عمل هذا الفريق ومستعدة أن تحميهم ولكن روسيا لا تستطيع أن تعطيهم دمان مية بالمية أنهم لن يتعرضوا لإطلاق النار لأنه حتى الرجال الشرطة الروسية مستعدين لأن يتعرضوا لإطلاق النار من قبل ناس مجهولين أو من قبل رجال مسلحين